موجز الرابع أهلا بكم أفادت مصادر فلسطينية ومصرية بأن وقفا لإطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في الساعات الأولى من اليوم بوساطة مصرية وبحسب المصادر أبلغت الفصائل الفلسطينية القاهرة موافقتها على الطلب المصري لوقف التصعيد في غزة ويتضمن المقترح المصري مطالبة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي بالوقف الفوري لإطلاق النار وكذلك الحفاظ على سلمية مسيرات العودة كما يطالب في الوقت ذاته إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات ووقف إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل ثمانية أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة من قطاع غزة وإلى لبنان حيث شيع المئات مواطنا قتل قبل يومين برصاص عسكري خلال احتجاجات مستمرة منذ نحو شهر ضد الطبق السياسي الحاكمة والتي يتهمها متظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية ترد الأوضاع الاقتصادية وقطع المتظاهرون اليوم مجددا طرقا عدة في طرابلس وصيدة من جهته قال الرئيس لبناني مشال عون في حسابه الرسمي على موقع تويتر قال أن لديه آملا في إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليل المقبلة قتل أربعة متظاهرين في بغداد وفق مصادر طبية بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيّل الدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتاجين وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها وأشارت المصادر أيضا إلى سقوط أكثر من خمسين جريحة قرب جسر السينك المتاخن لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقا للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من تشرين الأول أكتوبر وباتت تدعو إلى إسقاط النظام هذا وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة تزامنا مع ضغوط سياسية وديبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي من أجل الاستجابة لمطالب الشارع بدأ وصول المجموعة الأولى من مروحيات سلاح الجو الروسي إلى مطار مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع تركيا وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها تعمل على إرساء قاعدة دفاع جوي لها هناك للمرة الأولى وبعد مغادرة قوات أمريكية حدود سوريا الشمالية هذا وللروسيا قاعدتان عسكريتان في مدينة طرطوس الساحلية وحميمين في ريف اللاذقية وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن المطار تم تزويده أيضا بمنظومة دفاع جوي من نوع بانتسر نبقى في الشان السوري حيث صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة قررت في نهاية المطاف الإبقاء على حوالي ستمائة عسكري في سوريا على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب وقف الحروب التي لا تنتهي أقوال أسبر جاءت قبيل مغادرته إلى سيول اليوم في الكويت استقالت الحكومة على خلفية اتهامات بهذر المال العام وخلافات بين الوزراء في البلد الذي شاهد العديد من الاستقالات والتغييرات الحكومية خلال العقد الأخير وقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك استقالة الحكومة إلى أمير الكويت صباح الأحمد الصباح تأتي هذه الاستقالة عقبة طلبي استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وأيضا ضد وزير المالية تخص اتهامات بهذر المال العام كما وكان وزير الداخلية خالد الجراح الصباح قد استجوب في البرلمان الثلاثاء الفائت في مصر قررت النيابة العامة حبس رضوى محمد لخمسة عشر يوما وهي النشطة التي دائبت على توجيه الانتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولزوجته في مقاطع مصورة إلكترونية ووجهت النيابة لها بحسب ما ذكر المحامي توهم الترويج لأخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الانتماء لحركة محظورة في مصر يذكر أن التحقيقات تشمل أيضا الأكاديميين حسن نافع وحازم حسني والصحفي خالد دهود والناشطة الحقوقية ما هي نور المصري بتهم تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها وأيضا ببث أخبار كاذبة تحض على تقدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر إشاعات كاذبة نهاية الموجز دوما نكون لكم متابعة المزيد على موقعنا الإلكتروني على صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تويتر إلى اللقاء بأمان الله اشتركوا في القناة